قولي اللي ما مش شافة كان بيقول ايه كان بقول اكره انه وتجوز بيت عمتها وبيت خلتها وبيت عمها ليه يا مولانا في الام على الشمال يقولك لاني حيحصل حاجة شو بتخلي بالك قال حاجة ما تختلش على بالك وانا سنة تلات تلاف وعشرين قال ايه يا الله يرحمه قال لاني في الصباحية الحريم اللي شايل الفطار حيحطار يبدأ بمين دا لو اتجوز اتنين في عقد واحد يعني كيجوز للواحد انه يجمع بين سانية وميرفت والاتنين ولاد عم طب الحريم بقى الصباح طب الحريم الصباح حيروح لمين الاول عشان كده كرهه الشافعي لم يكرهه الله ولم يكرهه رسوله ولكن كرهه عالم براحتك انت عايز تكره زيه وطول ما خدش بالتعام امراطي لا يتخنقوا مع بعض ولا يكرهوا بعض طب وليه وانا بفرق من الناس وبالارحم وبقطع الارحم انا واد محترم وحبعد عن بيت العم ماشي وبيت العم اوكي لكن افرض انه واخد الواحدة وبعد سنتين خد بيت عمه ما في الصباحية للأديما بقى يبقى حيروحه على طول على سنية واخن بالك يبقى لا حيكرهها الامام الشافعي ولا حيكرهها اي حاجة ولم يحصل بنسبة الدول شو الخطر يا حليل انا مندهش لا ما تندهشي اقولك سر عدم اندهشك اقولك سر ما تزعلش مني لا صد طيب انا مش هقول شريف انا هقول واحد مندهش زي حضرتك اماش انا غلباء لا معلش مش فاها بساذك انا بساذك لا معلش سين من الناس انا اعرفه كويس جدا ما بيندهش زي حضرتك بس انا هقوله السبب مش لشريف حامل طيب لان انا سمعته في يوم الايام المراطي كانت حبيبك الاخ اللي انا عرفه ده تمام اللي هو مندهش زي حضرتك المراطي كانت حبيبته كانت اه يعني عرفها وهو طالب وحبها وهو طالب تمام ودام الحب سنين وتجوزها فلما بيسمعني بتكلم في الموضوع ده هندهش تمام مش كل الناس يا شريف بيه ايو يعني هتها تسيب الدنيا كلها وتروح لبنت عمها يا دكور ده انا انا قلت لك ماشي انا بوفي حتى لو مجريتش حبيبته ولا كان بش عارفه واحد تجوز وربنا موفقوش في الجواز انا قلت لك سر اللمون بص يا شريف يعساب العالم بقى كله هو وقفلت معاه بلنوح تجوز بنت عمها لا معلش خلاص ده راجل بايس شوية بس مش حرام بس خلينا معك فينو مش حرام